موسيقى اوضح بلاه المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة استهدفت المشتبة فيهم الثلاثة بكل من سوق الأربعاء الغرب والسطوان والعرائش والذين كانوا يحضرون لسنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين مكنت من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكرة المتطرف لداعش وتحرد على العنف وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الإرهابية للجماعات المنضوية تحت لواء داعش بمنطقة الساحل بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبة فيهم الذين أعلنوا الولاء لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضي بعدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية الأبحاث وتحريات أوضحت بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات داعش بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية بتنصيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي وذكر بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية ويأتي توقيف هؤلاء مشتبه بهم في السياق المطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية اشتركوا في القناة